اشتركوا في القناة هاتفيا هذا الصالون الجوال المقام داخل حافلة فان صغيرة مجهز بكل المعدات المتوافرة عادة في محل الحلاقة التقليدية إلا أنه يضم أيضا أدوات ترفيهية وأجهزة إلكترونية وتقتصر هذه الخدمة حاليا على الرجال والفتيان غير أن مبتكر هذا المشروع أعلن عزمه توصيع أعماله لتشمل النساء أيضا في مرحلة مقبلة